جميعنا أو أغلبنا منعرف كيفية استخدام أمر CP وأمر MV لنسخ ونقل الملفات أو المسارات بتيرمينال لينوكس من مكان لمكان أو من اسم لاسم مختلف بس في عيبين أساسيين باستخدام هاي الأوامر العيب الأول أنه أثناء عملية النسخ أو النقل فما في عندي أي مؤشر مرئي كعداد تنازلي أو نسبة مئوية بتشير للحجم اللي تم نسخه أو نقله والزمن المتبقي لانتهاء عملية النسخ وهذا ما بيعتبر مشكلة في حال كان حجم الملف أو المسار صغير لأن عملية النسخ راح تتم بشكل شبه لحظي خاصة إذا كنت عمالك تستخدم وسائط تخزين سريعة مثل الفلاشات أو الأقراص الصلبة الأس اس دي أقراص الحالة الصلبة الأس اس دي بس إذا كنت عمالي انسخ ملفات بأحجام ضخمة فخلال عملية النسخ فما رح يطلع بأوتبوت التيرمينال أي شيء بيعطيني دليل على أن عملية النسخ عمالها تمشي بشكل صح أو لا والعيب التاني أنه هاي الأوامر ما بتسمح لي بإمكانية النسخ أو النقل من كمبيوتر لكمبيوتر تاني أو من كمبيوتر لسيرفر وإنما بتشتغل بشكل محلي فقط على نفس الكمبيوتر كمان هذا يمكن ما يعتبر عيب لأغلب الناس اللي بتستخدم جهاز واحد هون بيدخل عنا أفضل بديل ممكن أنك تستخدمه بدل هالأمرين ألا وهو برنامج R-Sync هلا أكيد الناس اللي بتعرف برنامج R-Sync رح يخطر بباله أنه R-Sync هو برنامج يستخدم لمزامنة الملفات بين مسارين أو بين كمبيوترين فكيف عمالي يقول أنه كمان ممكن أني يستخدمه كبديل لأمر MV لنقل الملفات وليس مزامنتها أو نسخها معلش لا تستعجل الأمور فرح نشوف بعض لحظات أنه عندي الإدراء أني استعيد عن MV بـ Option رح نضيفه لR-Sync بعد شوي هلا بالبداية لحتى نستخدم R-Sync فأكيد لازم أني سبت البرنامج وخاصة أنه R-Sync مو من حزمة الـ Gnu Utils بس الخبر الجيد والمفرح أنه البرنامج متاح على كافة التوسيعات وبكل المستودعات وحتى من الممكن استخدامه على Mac لمستخدمي Mac بس هون أكيد لازم نوه وأكيد على أنه إذا كنت بدك تستخدم R-Sync لمزامنة الملفات بين كمبيوترين مختلفين فالبرنامج لازم يكون مسبت على الكمبيوترين وليس على واحد منهم فقط على الكمبيوترين طيب قبل ما نغطي كيفية نسخ الملفات من كمبيوتر لكمبيوتر تاني أو كيفية الاستعادة عن أمر MV رح نستعرض بالبداية كيفية التعامل مع البرنامج على كمبيوتر واحد لأن هي رح تكون القاعدة أو طوبة الأساس لاستخدام البرنامج بشكل صح فلو كنت بدي أنسخ ملف من مسار لمسار تاني فبشكل مطابق تماما لأمر CP رح أكتب أمر R-Sync ملحوءا باسم الملف اللي عمالي أنسخه ملحوءا بالمسار الكامل للوجهة الجديدة وممكن أني إذا كنت بدي أغير اسم الملف أني أعطيه الاسم الجديد هون بأكد على أني استخدمت كلمة ملف وليس مجلد أو مسار لأن هاي نقطة حساسة جدا باستخدام R-Sync وقت اللي بكون عمالي أتعامل مع مسارات رح نرجع لها بعد شوي بعد ما نخلص من موضوع نسخ الملف بشكل مبدئي هلا على عكس الـ CP فأنا بعد ما أكتب الأمر R-Sync هون رح يدخل في عندي نقطة قوة R-Sync ألا وهي أني استخدم الـ Options أو الـ Flags لحتى اتعامل أو لحتى وجه البرنامج بالشكل الصح لعملية النسخ أو المزامنة اللي عماله يعملها فهلا لو استعرضت محتويات المسار الحالي اللي أنا موجود فيه فشايف أنه في عندي مسارين واحد اسمه Source والتاني اسمه Target ولو استعرضت محتويات السورس رح شوف أنه في عندي مجلد اسمه Nature هاد اللي فيه عدد كبير من الصور وملف بحجم كبير اسمه Large File هلا هاد الملف بحجم 10 جيجا لو بدي انسخه بأمر CP فما رح يطلع عندي أي output بس أنا بدي استخدم R-Sync فمثل ما شفنا من اللحظات رح نقل له R-Sync رح قل له Source باعتبار أنه أنا موجود بالمسار الأب لهدول المسارين فهو Source وهو Large File هاد لو بدي انسخه بدي حط المسار الكامل للوجهة فرح يكون هلا بحالتي أنا ممكن مباشرة أني حط الـ Target بس لو كنت بدي انسخه لمكان تاني فرح نحط المسار الكامل فرح نقل له MNT Data R-Sync ورح نقل له الـ Target هاد المسار الكامل ورح نقل له أوكي قبل ما أضغط على الـ Enter خلينا مثل ما حكيت نقطة القوة بالـ R-Sync هي الـ Options أو الفلاقات طبعا هلا أنا بس هاد الأمر بدي استعيد عنه بهاد الشكل الـ R-Sync رح حطه ضمن علامتين Cutation لأنه أنا عامله Alias بس لو كتبته بهاد الشكل بدون أي Options خلينا بالبداية رح شوف أنه ما أعطاني أي شي مختلف عن الـ CP ما أعطاني Output وما أعطاني أي شي عماله يدل على أنه العملية عمالها التم بشكل صح فرح نكنسل هاي العملية ورح نرجع للأمر مرة تانية وقبل ما أحط اسم الملف رح تضيف الـ Options أو الفلاقات اللي بدي استخدمها فهاد الأمر برجع وبأكد أنه الـ Quotations أنت ما لك محتاج أنك تحطها إذا ما كنت عامله بشكل Alias فهلا أنا رح أجي لقبل اسم الملف ورح أقل له –A –V هاد الشي اللي بدي أعمله ورح نقل له أوكي هلا مثل ما لي شايف أنه ابتدى يعطيني بعض الأوتبوت على الشاشة بس مو هاد الشي اللي أنا حكيت عنه ببداية الفيديو فكمان ضغطت Ctrl-C لحتى كنسل عملية النسخ طيب شو هي هالـ Options اللي أنا حطيتها؟ الـ A معناها أنه يشتغلي بوضع الـ Archive Mode أو الـ Archive بمعنى أنه رح يقوم بحفظ كافة الصلاحيات اللي موجودة على الملف الأصل أو المسار الأصل وينقلها بوضعها الطبيعي بوضعها مثل ما هي بدون ما يغير عليها أي شي للملف الجديد أو المسار الجديد أما الـ Dash V فهي الـ Verbose بمعنى أنه عطيني Output أكتر تفصيلاً أثناء عملية النسخ لحتى شوف أنه عماله يصير في عندي شي هلا بحالة ملف واحد ما رح يطلع عندي Output كبير بس رح نشوف ها وقت اللي رح نجي لنسخ مجلد كامل طيب بس نحن مثل ما افتتحنا الفيديو أنه أنا بدي شوف شو هي النسبة المئوية أو شو هو الحجم الزمن المتبقي لانتهاء عملية النسخ فخلينا نمسح الشاشة ونرجع لنفس الـ Comment اللي كنا عمالنا نستخدمه طبعاً هلا الـ Dash A Dash V أنا فيني اختصرها بـ Dash A V ما في داعي أني كل Option أني حطله الـ Dash قبله هلا قلتله Dash A V ورح تضيف Option جديد اللي هو Dash Dash Progress هلا الـ Progress هو اللي رح يعطيني الشي اللي أنا بالأساس عمال يدور عليه فلو قلتله Enter فرح نشوف الاختلاف الكبير بين الـ CP والـ RC عماله يعطيني سرعة النسخ عماله يعطيني النسبة المئوية وعماله يعطيني الزمن المتبقي لانتهاء عملية النسخ هلا خليني اضغط Ctrl-C مرة تانية لأن لو لاحظت أنه الحجم اللي عماله يتم نسخه عماله يطلع عندي بأرقام بالنسبة إلي أرقام عبرية ماله مفهومة يعني ما بعرف شو هو الـ 7-3-1 ما بعرف يعني هي الحجم بس أنا بدي يطلع بشكل Human Readable بشكل مفهوم من قبلي فرح نرجع مرة تانية لنفس الأمر ورح نرجع بعد الـ Dash Dash Progress رح نضيف Option تاني فرح نقل له Dash H و Capital M هلا شو هو الـ Dash H هو مثل ما حكيت الـ Human Readable لأنه نحن بالأخير بشر مالنا آلات فلازم يكون الرقم مفهوم من قبلنا وـ Capital M هو الوحدة أو الـ Unit اللي رح يستخدمها بهذه الحالة أنا استخدمت الميجا ممكن أنه نستخدم الكيلو أو أنه نستخدم الجيجا فهلا لو ضغطنا Enter بعد ما ضفنا الـ Dash Capital M رح نشوف أنه الحجم طبعا ابتدى بالكيلو بس بعدين انتقل للميجا وهلأ صار عماله يطلع عندي بـ الـ Giga فطلع عندي الحجم اللي تم نسخه النسبة المئوية سرعة النسخ والزمن المتوقع لانتهاء عملية النسخ بس يا هشام وين عملية النائل اللي قلت لنا أنه ممكن أنه نستخدم البرنامج الـ R-Sync كبديل عن أمر الـ MV فهلأ رح نرجع لنفس الـ Comment اللي كنا عماله نستخدمه من بداية الفيديو ورح نجي ونضيف فلا ورح نضيف option جديد ألا وهو dash dash هلأ أنا ضفته بعد الـ dash HM انت بتضيفه بالمكان اللي بده كافر رح نقل له dash dash remove dash source dash files هلأ هاد الـ option اللي ضفته انه يحذف لي الملفات الأصل بيشتغل فقط بعد ما تتم عملية النسخ بشكل كامل لنقول انقطعت الكهرباء انت وعمالك تنسخ ملف أو انقطعت الاتصال بين الكمبيوترين اللي عمالك تنسخ بيناتهم فعملية النسخ ما تمت بشكل كامل المرة اللي بعدها اللي بترجع وبتعيد هاد الـ option فعملية حذف الملف ما رح تتم إلا بعد ما يقوم الـ R-Sync هو رح يقوم فيها بشكل أوتوماتيكي بمقارنة الأحجام حجمين حجمي الملفين بالمكان الأول والمكان الثاني إذا ما كانوا الحجمين متطابقين فما رح تتم عملية حذف الملف الأصل بس لحتى يتأكد انه لست في عندك نسخة في عندك backup قبل ما تحسفه بشكل نهائي فلو قلنا له OK Enter وهلأ لو عملت له LS للـ Source رح شوف انه ملف الـ Large File اختفى من الـ Source لو قلت له LS Target رح شوف انه تمت عملية نقله بنجاح طيب هلأ صار وقت انه ننتقل لنسخ أو مزامنة المجلدات أو المسارات مثل ما حكيت انه أنا بدي استخدم مجلد الـ Nature اللي موجود ضمن الصور اللي مثل ما حكيت هي مجرد صور فهلأ لحتى انسخوا للـ Target رح استخدم الـ Alias اللي أنا معرفه الـ Alias هو بشكل بسيط يعني هو مجرد R-Sync-AV-Progress بس أنا مسمي R-Sync بنفس الاسم ما استبدلت الاسم فهلأ أنا رح ايجي لهذا الملف ورح نقل له R-Sync ما رح حط أي options لأني مثل ما حكيت هاي options موجودة بالـ Alias ورح نقل له السورس والـ Nature ورح قل له بدي انسخوا للـ Target بدي أكد بشكل كبير جدا أنه أنا كلمة Nature ما حطيت بعدها غير الاسم أو غير الوجهة هلأ لو ضغطت Enter رح شوف عملية الـ Verbosity اللي حكيت عنها بالبداية بس لو جيت وقلت له الـ Alias للـ Target رح شوف أنه ما نسخ لي محتويات الـ Nature وإنما نسخ المجلد أو المسار بالكامل هلأ هذا الشيء ممكن ببعض الأحيان يكون بديه أنه ينسخ لي المجلد بس بأحيان تانية ممكن يكون بس بدي أنسخ محتويات المجلد وليس المجلد بحد ذاته فبهي الحالة رح أرجع على نفس الأمر وبعد كلمة Nature أو بعد اسم المجلد اللي عمالي أنسخه بنهايته رح حط الـ Forward Slash هلأ لو ضغطت Enter ولو رجعت قلت له الـ Alias للـ Target رح شوف أنه نسخ لي المحتويات هلأ أنا عندي المجلد بعده موجود لأني نسخته بالخطوة اللي قبلها بس إضافة الـ Slash بنهاية اسم الـ Target أو بنهاية اسم الـ Target بنهاية اسم الأصل السورس معناها أنه يا R-Sync انسخ لي بس المحتويات في حين لو ما كانت عندي الـ Forward Slash فمعناها أنه يا R-Sync انسخ لي المجلد ومحتوياته هاد الاختلاف اللي لازم انك دائما نتحطه ببالك انت بدك تنسخ المحتويات ولا بدك تنسخ المجلد هلأ غطينا عملية النسخ نسخ الملفات نقل الملفات نسخ المجلدات اللي ضل عندي اني غطي عملية النسخ من كمبيوتر لكمبيوتر التاني أو لسيرفر سواء كان هاد الكمبيوتر موجود على شبكتي المحلية أو بمكان بعيد عني هلا هون رح يكون في عندي ثلاث خيارات اما اني استخدم الـ IP او اذا كنت الكمبيوتر التاني انا حاطط له اسم بملف الـ Host فباستخدم هاد الاسم او اذا كان السيرفر فيه عليه فيه له دومين وانا بعرف الدومين فانا رح استخدم الدومين خلينا نستخدم المثال الابسط الى وهو الـ IP الخاص بالكمبيوتر التاني فطبعا لازم اني كون بعرف شو هو الـ IP فهلا انا رح انسخ رح ايشي لال Source والNature منهم بدي انسخ اي صورة للكمبيوتر التاني فرح نقل له R-Sync 001 اوكي اول صورة فقط اللي رح انسخها بدي انسخها للكمبيوتر اللي موجود جنبي فرح نقل له اول شي لازم حط اسم المستخدم على الكمبيوتر التاني فبحالتي رح يكون نفس الاسم وبعدين رح قل له اشارة at وبعدين رح حط له IP الجهاز فرح نقل له 19218010 وبعدين رح قل له نقطين وبعدين رح اعطي المسار اللي بدي انسخ فرح نقل له slash home slash هشام slash وين بدي حطه؟ يلا خليه على الhome directory فرح نحطه بهذا المسار ورح نقل له enter اما لو كنت بدي استخدم بدل الIP بدي استخدم اسم الكمبيوتر اللي موجود عندي فرح ايجي بنفس الشكل بدل ما اني حط اسم بدل ما اني حط الIP رح حط اسم الكمبيوتر هلا انا اسم الكمبيوتر حاطه على شكل domain بس هو ما له domain هو مجرد اسم انا مسميه بهذا الشكل فكان اسمه noferad.xyz ورح نقل له enter ورح نشوف انه عملية النسخ تمت بشكل صح هلا لو كانوا اسماء المستخدمين على الكمبيوترين متطابقين بحالتي انا نفس الاسم مستخدم على الكمبيوترين فما في داعي اني حط اسم المستخدم على الكمبيوتر التاني ورح قوم بعملية النسخ بدون ما استخدم الIP طبعا الاشياء اللي ممكن انه نعملها مع R-Sync ما بيكفيها فيديو واحد لنستعرضها بالكامل مثل امكانية القيام بنسخ جزئي او حزف الملفات الموجودة على المسار الوجهة اذا ما كانت موجودة على المسار الاصل وغيرها وغيراتها من الاستخدامات التانية ولهاد السبب انا في عندي المان بيج الخاصة بالR-Sync اللي بتشرح لي كل شي ممكن اني اعمله مع هاد البرنامج وبأمان الله